موسيقى وسط ضجيج الحرب في غزة واستعار الجبهات جاء اتفاق ايقاف القتال بين لبنان واسرائيل كخطوة مفاجئة اثرت الجدل والتكهنات حول الدوافع والاهداف الحقيقية وراءها الاتفاق الذي ابرم بوساطة دولية لم يكشف عن تفاصيله الكاملة لكنه تضمن ايقاف العمليات العسكرية المتبادلة واعادة الوضع لما كان عليه قبل التصعيد وتعهد الامم المتحدة بتكثيف مراقبة القوات الدولية على الحدود للتأكد من تنفيذ الاتفاق الاتفاق جاء نتيجة مخاوف متزايدة من ان التصعيد على الجبهة اللبنانية قد يتطور الى حرب شاملة تضاف الى الحرب الدائرة في غزة رغم ان الاتفاق يبدو مرتبطا بالحدود اللبنانية الا ان تأثيراته على الحرب في غزة لا يمكن تجاهلها فالاتفاق يمنح اسرائيل فرصة استراتيجية لتركيز جهودها العسكرية في غزة دون تهديدات مباشرة من الجبهة الشمالية والمقاومة في غزة تواجه اعباء متزايدة مع انفراد اسرائيل بالقطاع وهو ما يزيد من معاناة المدنيين وسط تعقيد غير مسبوق هذا الاتفاق القى بظلاله على الاطراف اليمنية التي اتفقت على الترحيب به رغم تباينها في الداخل واعتبرت جماعة الحوثي على لسان ناطقها الرسمي محمد عبد السلام ان اتفاق ايقاف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل المكن المقاومة من اشتراح نصر جديد بصد العدوان الاسرائيلي فيما اعتبر المكتب السياسي للحوثيين الاتفاق نصرا وتجسيدا للموقف الصادق بالقضية العادلة على الجانب الآخر ثمنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الجهود الدولية التي بذلت لتحقيق ايقاف اطلاق النار واكيدة ان ذلك يعد خطوة مهمة نحو خفض التصعيد وعودت النازحين بينما اكد المجلس الرئاسي على موقف اليمن الرافض للعدوان الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية والفلسطينية ودعم سيادة لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتمكين جيشه من بسط سيطرته على كامل ترابه الوطني اتفاق ايقاف اطلاق النار بين لبنان واسرائيل قد يبدو خطوة لتهدئة التوترات لكنه يعكس واقعا اكثر تعقيدا وبالنسبة لاسرائيل هو فرصة لاعادة تركيز قوتها في غزة بينما ترى المقاومة اللبنانية في استراحة تكتيكية قد تستأنف بعدها المواجهة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر